سلام سلام حبوباتي مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم جبت لكم وصفة كسرة كوشا تهب البنادي خفيفة كما القطن شوفوا شوفوها على عينكم روعة وناجحة مليار في الميانت حتى اي واحدة تجربها وتقولي فزت لي يا شيما والله هي ناجحة من اول تجربة يعني نروح للمكونات لدينا ثلاثة كيلات سميد سميد عادي انا راني درت بالغيث وزوز مغارف ببرك فارينا ومغرف كبيرة سكر وزوز مغارف خميرة الخبز ندخلهم مع بعضهم حكا شوية من بعد ندير مغرف كبيرة تكون معمرة معمرة تعمل ملح واقل من نص كاس زيت اقل شوية من نص نبسس شوية هذا السميد هيكا بيدي بركة والهنا نبدأ نزيد في الماء دافي ما يكون دافي هنا الثاني وهنا الثالث نبسس ورابع البنات نديرو الشكلة وياقلها يجيك واحد نصف بركة المهم قسمة تلمل عجينة لا تكون لا تكون حكمة شفتوا الرخسيس كما هكاك خلوها المرة لولا كما هكاك هنا مش رح نجنها رح نلمها فراد لمها خفيفة برك ونخلاها تخمر مدة نص ساعة نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة كامل هنا البنات بعد ما خمرت تحبو تديرو بيدكم ديرو تحبو تحطو في البتران كما انا حطو هنا حطيتها في البتران وضفت عليها كاس نقص دودوة هكاكة ما يكون دافي كيف كيف وضفت على دفوعات ونخلاها تتحجن مليح مليح هنا البنات بعد ما تتحجن نزيد كاس كامل حليب دافي الكاس يكون كامل تالحليب ونخلاها تزيد تتحجن حتى تولي عندنا هجينة ليس هكا رطبة هاي البنات هجينة هنا بعد ما تولي رطبة نروح نزيد نغطاها لبنات خمستاش دقيقة خمستاش دقيقة بالضبط يعني لأكثر لأقل هنا نروح ندير يدي بالزيت ونهز العجينة نحط في البلاع تاعي هنا ندرت البلاع هكا كبير تعالفور درت خبزة والاخرين شتيت نديرهم هكا خبزة صغار هنا نحكم نثقبهم بالفرشيطة وندهنهم بالعظام ونشعل الفور على 200 درجة نخليه يكون سخون سخون مليح وندخل الفور طيب ملتحت تحمار شوية نشعل لها من فوق تزيت حمار من فوق ها هاي الكنتيتي اللي جتني انتو ما تحبوا تديروا زوز خبزات ديروا زوز خبزات كبار هاي البنات شو كيف هتجي حمرة تهبل وخفيفة خفيفة 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 خلاح هاي لا هينيكم يعني قصيتها بالعاني بح تشوفوها قدامكم نتمنى كل واحدة تجربها ترجعلي في التعليقات رأيها بصراحة